السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبة عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير وصفتنا النهاردة هي كيكة الطايجر كيكة مش بتميز بس بشكلها لأ كمان بتعمه مميز علشان تطلعها فتحة وهشة كده زي ما انت شايفها في الصورة او في الفيديو هنضف لها مكون في الاخر هتخليها تطلع معاكي زي ما انت شايفها بالزبط فتحة وهشة وعالية رجاء مني قبل ما نبتدي الفيديو القناة لست في البداية محتاجة كل دعم محتاجة كل تشجيع لو حابة تبقي جزء من هالتي ياريت ياريت فضلا وليس امرا تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتعملي لايك عشان اكبر قدر من الناس تشوف الفيديو يلا بينا نبدأ بسم الله دي مقدير الكيكة بتاعتنا النهاردة انا رصهم كده عشان بس شكلا لكن انا هنمشي بترتيب الخلاط يعني مقديرة اللي انا هقولها دي آآ ده ترتيب الخلاط او ترتيب ايا كان الحاجة اللي هتعمل فيها انا هعمل في كبة آآ تلات بيضات آآ كباية ونصف سكر كباية زيت على زبدة دي معلقة زبدة آآ كباية لبن وكمان علبة زبادي وكيكشيف ومعلقة صغيرة فانيليا سيلة كمان هنضيف ايه آآ على كل ده معلقة آآ معلقة كبيرة عصير لمون هنبتدي سوا يلا يلا بينا انا هحط الاول في آآ آآ في الكبق او في الخلاط ايا كان اللي هتحاجة اللي هتعملي فيها التلات بيضات كباية ونصف سكر ده سكر خشن عادي السكر موجود عندك اشتغلي بيه فيش اي تعقيد آآ في الكيك ده بس هضربهم شوية بقى ونرجعتين خلص انا ضربتهم هنا لحد ما الخريط بقى فاتح كده والسكر دي بكويس قوي هحط معلقة كبيرة عصير لمون وكباية زيت على معلقة زبدة يعني آآ معلقة الزيت جوه مقدار كباية الزيت يعني بحط معلقة الزبدة واكمل زيت وكمان آآ قلب الزبادي الزبادي البلادي ما فيش افضل منه طبعا بس الموجود برضو اشتغل بيه انا بقولك افضل حاجة وممكن كمان تشتغلي بالزبادي العادية بس كده انا هشغل الكب شوية يعني على المكونات دي لحد ما تضرب كويس قوي زي ما احنا شايفين الخليط بقى نعم جدا والفانيليا لي انا بحطها في الاخر علشان لو كنت حطتها من الاول كان زمان راحتها وطعمها راحوا تماما تماما انا باتكلم عن تجربة فانا بحط معلقة صغيرة فانيليا ويدوبك هي عشر ثواني بس ضرب عشر ثواني وقفي لو جربتي التركات اللي بقولك عليها دي والله هتحسي باختلاف كبير انا بجرب كيكات من فترة طويلة جدا يعني بقى لي سنين فالحمد الله عندي خبرة لا بأسة بها في الكيكات دول بقى معينا هنا ثلاث كوبايات دقيق نخلتوهم مرتين مهمة قوي تنخليهم مرتين آآ رشة ملح خفيفة وهاخد من الظرف الكيكشيف ده مش هاخدو كله لان الكمية كبيرة جدا وما بيبقاش احسن حاجة يعني بيبقى طعم فيه طعم آآ غريب لما بتكتري البيكنج باودر او الكيكشيف ان هياخد من الكيس ده حوالي معلقة ونص كبيرة معلقة ونص بس والباقي آآ اللي فيه كويس قوي وشي ليه بس كده انا هاخدو بقى كل المواد اللي جافة ديت هاخدو بقى كويس قوي وهحط عليها الخليط او المواد السيلة اللي انا ضربتها قصة كده بس بتيولة بقى او بويسك آآ تقليبي كل اللي قدامك ده تخليه كله حاجة واحدة آآ اهم حاجة تخلطي كويس جدا عشان بيبقاش فيه كلاكية دقيق او كلاكية اي حاجة ما تخلطيتش كويس عشان كيك بتاعك يطلع ناعم وهش جدا تمام انا بقلب معيكو كده قلبت خلاص كل الكيك عندي وكمان هاخط كباية اللبن انا اشيل معلقتين علشان خاطر الخليط اللي بالكاكاو لما احط عليه آآ لما هاقسم انا هاقسم دلوقتي الخليط نصين خليط الكاكاو لما احط عليه معلقتين الكاكاو حيتقى الجيدة علشان خاطر ما احصلش كده سبت من مقدار اللبن معلقتين واحط المعلقتين اللبن دول على خليط الكاكاو علشان اصبط السيولة تبقى سيولة الفاتح قد سيولة الغامق طبعا الشرح كده مش باين. حنشوف مع بعض واحنا شغالين. وانا شغالة اهو. انا كده ايه? آآ بضرب الكيك كويس جدا. انا الاول ضربته بالمواد السيلة اللي في الخلاط. وبعد كده بعد ما اتأكدت انه بقى امتازك كويس بحط اللبن. السويل. دربي بقى التكنيك ده. عيطلع عشرة على عشرة. بس كده انا بقى آآ تأكدت ان كل حاجة ممتاز جدا ببعضها. شايفين القوام ده ممتاز جدا. الكيكة دي مش يفضل تبقى السيلة قوي. لأ لازم القوام يبقى ماسك نفسه شوية كده. علشان ما تسحش على بعضها والطبقات تبقى باينة بين بعضها. تمام شايفين السماكة او السيولة بتاعة الكيك. آآ الكيكاوي اللي معي ده ما انا بقلتش مقداره انا قلت اقوله آآ ساعة ما اشتغل فيه دول حوالي معلقتين ونص كيكاوي يعني معي كي من معلقتين ونص لتلات معي. دول معلقتين اللبن اللي انا شلتهم من المقدار. هنشوف مع بعض انا هعمل ايه? هيخد نص المقدار ده بالزبط. او بالتقريب يعني انت عمرك ما عدت جيبي بالزبط قوي هتاخذي بالتقريب نص المقدار بالتقريب. تمام انا حسيت انه لسه محتاج شوية كده فهزود حبة. واحط آآ معلقتين الكاكاوي دول ده كاكاوي خام من غير سكر. نخلته برضو مهم قوي تنخليه لان بيبقى فيه زي يعني تكتلات كده. حط معلقتين اللبن كده انا زبط القوام. لو مكنتش حطيت اللبن ده او كنت حطيت مقدار اللبن كله كان هيبقى الخليط اللبية دوت آآ قوامه كويس مظبوط والخليط اللي بالكاكاوي تقيل جدا. فاختلاف الكسافة مش هيطلع الطبقات زي ما انت شهت في اول الفيديو كل طبقة مستقلة بزيتها. بس يا رب يكون شرحي آآ وصل لكم او الفكرة وصلت لكم. بس كده انا بقلب كويس قوي برضو. خليط الكيك اللي حطيت عليك كاودة. هجيب بقى الصنية بتاعتي دي صنيم ايه ستة وعشرين. لو عايز ايها تطلع عالية شوية. آآ ميلي في اربعة وعشرين. انا عملت في الستة وعشرين عشان تبقى مناسبة. وسعد بعمل في الاربعة وعشرين بتبقى عالية بقى او جميلة قوي. المتاح عندك اعملية. عندك الاربعة وعشرين اعملي في الاربعة وعشرين عندك في الستة وعشرين اعملي فيها. عند هنا بقى زيت كويس قوي. واحط له رش الدقيق. وهز الصنية بقى كده عشان خوطر كل دي يجي في جوانب الصنية. وتاخد يعني كمية دي المناسبة عشان ما تلزقش. عشان هلسه هقلبها. هحط بقى من الخليط الابيض شوية. ممكن تعملي بكبشة ممكن تعملي بكوبية ممكن تعملي باي حاجة يعني. بس انا اعملت بالطريقة دي اسهل حاجة. اعترضي شوية من الابيض وفقهم شوية من الكاكاو. زي ما احنا شايفين احنا عايزين الكيك بالقوام ده. علشان يزبط الطبقات ما تسحش على بعضها. هيكد بقى شوية ابيض شوية شوكولاتة. زي ما احنا شايفين شوية ابيض شوية شوكولاتة. حسب سمك آآ طبقة الطايجر اللي انت عايزيها بتعملي. تمام انا بنزل بالروحة علشان خاطر ما بوصش الطبقات اللي انا بعملها. بتنزلي بالروحة جدا. انا مصرعة كمان يعني انا كنت ابطأ من كده شوية. تمام زي ما احنا شايفين كده عشان ما اطولش عليكم. كده. عفضل بعمل طبقات. ابني في طبقات في طبقات على فكرة الموضوع سهل جدا مش ياخد منك وقت. واخر حابة فضله معايا كان ابيض. الخليط اللي هو الفانيليا الابيض. وبس كده هدخلها طبعا الفرن شغال وانا شغالها معايا كدلوقتي الفرن كان شغال على مية وتمانين. آآ هتاخد معايا بالزبط آآ حوالي اربعين دقيقة بالزبط. انا مشغلت الشوية الفرن عندي بيحمر فوق وتحت مع بعض. آآ حابة كلمكم عن حاجة بقى الناس اللي بتزعل ان الكيك بيشقق منه من فوق. انت مفوت تفرحي. او والله يتفرحي. التشقيقة دي معناه انت الكيك بتاعك عشرة على عشرة. شيفتكو بور اجانب بيطلعو كده. بقولك لازم الكيك يطلع كده اصلا. لازم يطلع مشقق من فوق. ده معناه ان الكيك بتاعك ان شاء الله بازن الله مزبوط جدا. ولا ما بتبقى مشقق من فوق بعرف انها مزبوطة. دي معلومة ممكن ايتي ما تصدقنيش لو بحست شوية هتعرفين المعلومة مزبوطة. ان شاء الله هنبني الثقة دي مع بعض. آآ بصوا الكيك كده هو انا قطعته وصخن. هو مفوض ما اتقطعشه وصخن. لسا كنت مستعجلة عليه. آآ بصوا الطبقات طحفة جدا زي ما احنا شايفين في الفيديو. طرية خالص خالص. يعني لما عادت طرية اكتر واكتر واكتر. بصوا شكلها حلو جدا. وهشة ومتمسكة وطرية في نفس الوقت. بس كده حبيبي دي كانت كيكة طيجر. آآ حاب انوه برضو تاني آآ رجاء مني آآ لو شايفيني استاهل. وصفتي استاهل. آآ مجهودي وتعبي استاهل. يا ريت تبقي جزء من عيلتي. انا حابة تكوني جزء من عيلتي. متنسيش تعملي اشترك في القناة. وتفعلي الجرس. آآ علشان يوصل لك كل جديد. بس انا كنت مبسوطة معاكم النهاردة. آآ في الكيكة المبهجة ديت. اعمليك كيكة اقولي لي في التعليقات طلعت ما هي كاملة زي. مع السلامة.